اهلا فيكم حبايبي برج الجديد سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا مثل دائما من القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل تطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحدة من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك فايفوف سوردز فايفوف سوردز انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر ناس في الطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون فيه بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر فا همشوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه طيب بدك نشوف هالشخص طيب بدك نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بها الفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة قوية جسدية بطريقة شغوفة كتير فبنننشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لك لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحصان متجاه الى مطرح متجاه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية هم شوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده يكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدا تنتهي الى ارتباط او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك لحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع و ما تفهم و ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبه ل تتوقع تتوقع عن اتخاذ قرار لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق رح تكون متناغمة مع بعض او رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا رح توصلوا نفس الاستنتاج او رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا عقليا فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى الكميونيكيش ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم رح تحكوا فيه ايضا The Star Wish رح تشاركوا لبعض او رح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار او التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا wish fulfillment امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بسراحة اوكي نبين انه في حدا بي حياتك حاليا يا برج الجدي عم يطالب باهتمام اكثر منك do something for someone بدك تبين مشاعرك اكثر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك بتبتيره ممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك five of actions five of thoughts فعم بتحس بي خسارة من خسارة علاقة او عم تحس بي خيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بي disappointment او بتحس بي خيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلا الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان لانك تبين لهالشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة هلا هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار طيب مبلش بي طاقتك اول يا برج الجديد كثير عم شوفك guarded في عندك كثير منطوية على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كثير معتمد على حالك ومركز كثير على الشغل او مركز كثير على الامور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة عم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدمه هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كثير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كثير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني همشوف الستاندردس تبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بافكاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها للك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اشي صغير اللي عم يقدمها للك وانت عم شوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن اه تقدر تقيسه هالشي بالنسبه لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن اه تؤدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير امتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك ف بينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوف انه فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها بورج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع بورج الجوزاء و بالاخص بورج الجوزاء عايب يتوقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع بورج الجديد ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان فيه هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن فيه المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بشو هو بيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه او لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراح عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة امل اه كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا ان انت بتحسوا كأنه مست افورتونيتي او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن اه ضاعت منكم مركز اتهدنه ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر